السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين العزاء في كل مكان أهلا بكم إلى عدد هذا الأسبوع من الساعة الدولية يواصل تنظيم داعش المتطرف احتلال المزيد من المناطق والمدن في كل من سوريا والعراق والقيامة بعمليات إرهابية نوعية في العديد من البلدان كان آخرها تفجير مسجد بلدة القديح في محافظة القطيفة السعودية يوم الجمعة وفيما كانت حكومة بغداد تستعد للتعبئة من أجل تحرير مدينة الموصل قام التنظيم المتطرف باحتلال المزيد من المدن العراقية والسورية كالأنبار والتدمر في مؤشر على سوء تقدير من حكومات المنطقة ومؤشر أيضا على ضعف وتقصير قوات التحالف الدولية التي شنت حربا ضد هذا التنظيم قبل أن نبدأ مشاهدين الفاضل في مناقشة هذا الموضوع أتعو أدعوكم لمتابعة التقرير التالي أهلا بكم من جديد مشاهدين الأفاضل لمناقشة الموضوع سعيد ونيانا صديفة هنا في الوستوديو دكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أهلا بك أهلا بك أهلا بك ودكتور محمد سليم قلالة المحلل السياسي في قناة الشرق نيوز أهلا بك أهلا بك أهلا بك ماذا بدأت معك دكتور أحمد ميزاب للإجابة عن السؤال الذي جاء في مقدمة هذا البرنامج يعني تمدد هذا التنظيم الإرهابي وازدياد قوته في رأيك هل هو راجع إلى سوء تقدير من طرف حكومة المنطقة أم إلى تقصير وعدم قوة في مواجهة التنظيم من طرف قوة التحالف الدولي نحن علينا أولا بداية أن نوضح ونصح المفاهيم باعتبار أن تنظيم داعش يقصد به شمولية عالمية الإرهاب الدولي في ظل أن العالم يشهد إفرازات بروز نظام دولي جديد أعتقد بأن المنطقة تمر بتقاطع تاريخي مفصلي في إطار تشكل خارطة جديدة وإعادة ضبط الأمور وكأننا أمام سايكس بيكو 2 هذا من جانب ثاني كذلك حينما نلاحظ هذا التنظيم من خلال نشأته إلى الحراك الذي يقوم به نشهد بأن هذا التنظيم يعتمد على منهجية وعلى أجندة منظمة ومخططة أنت تحدثت في بداية الكلام وقلت بأن التحالف الدولي خاض حرب ضد هذا التنظيم والله أنا في اعتقادي أن التحالف الدولي ساهم في التغطية الجوية من أجل التمدد الجغرافي لهذا التنظيم هذا التنظيم الذي حينما نتحدث عنه نتحدث على أنه يسيطر على 50% من الأراضي السورية اليوم كل المعابر الحدودية بين سوريا والعراق أضحى تحت سيطرة هذا التنظيم ضف إلى ذلك أنه يتمركز ويتموقع في مناطق حيوية وإستراتيجية وغنية أيضا أكيد مناطق حيوية وإستراتيجية هذا التنظيم حتى في مسألة طرح مسألة تشفيف منابع تمويل الإرهاب مع هذا التنظيم تختلف المعادلة باعتبار أن هذا التنظيم لا يعتمد على تمويلات خارجية لا يعتمد على تمويلات من المنظمات بقدر ما أنه أضحى منتج وأضحى يستطيع تغذية نفسه بنفسه باعتبار أنه يتاجر في الأثار يتاجر في المواد الأولية يتاجر بالبشر بتليعتمد أكثر من أشلو في قطار تنويع مداخله يعني ربما دولة عاجزة على أن تجد استراتيجية تمويل مثل ما يستطيع هذا التنظيم أن يجدها هذا التنظيم الذي كذلك يستقطب عدد كبير وهائل من التنظيمات بالتالي أنا أقول المسألة هي أن الدول التي تشهد فيها تواجد لهذا التنظيم هي دول تشهد هشاشة وضعف في الأداء بالتالي يجد هذا التنظيم قدرة على التحرك وعلى التواجد وعلى التموقع بالإضافة إلى ذلك كذلك حينما نتحدث أين يتواجد هذا التنظيم يتواجد في المناطق التي تشهد أوراق مبعثرة دول تشهد عدم استقرار تشهد صراعات داخلية تشهد إما تطاحونات طائفية إما صراعات قبلية إما توطر أمني شديد بالتالي يجد متنفس ومتسع أن يتحرك وأن يستثمر في ظل هذه الظروف ضف إلى ذلك أن أسلوب مواجهة هذا التنظيم هو أسلوب كلاسيكي لا يستطيع أن يتماشى لأننا لسنا مع ظاهرة مثل تنظيم القاعدة أو مع تنظيمات إرهابية سابقة بقدر ما أن هذا التنظيم يعتمد على أسلوب المواجهة وكذلك يتحرك بكل أريحية ويعتمد على الآليات الثقيلة بالتالي السؤال هنا يطرح ما الذي يجعل من هذا التنظيم يكون بهذا الشكل أعتقد بأن الأسلوب الذي يوظف في محاربة هذا التنظيم هو الأسلوب الذي يساهم في قوة هذا التنظيم نعم أتكلم سيد المقلالة دكتور أحمد ميزاب قال بأن البيئة التي عشش فيها هذا التنظيم كون هذه البلدان التي ظهر فيها هي بلدان هشة وتشهد صراعات طائفية ولكن بعض الآخر يقول بأن هذا التنظيم وجد أيضا مكان في هذه البلدان نتاء أو كانت نتيجة لسياسات لعقود من الزمن يعني طبقت على فئة معينة في رأيك أثر السياسات التي انتهجتها الحكومات في تقوية هذا التنظيم وزيادة الانتشار شوفوا هناك فرضيتان فرضية الأولى أن هذا التنظيم ظهر النتيجة ظروف موضوعية وأسباب داخلية تعلق بالوضع في العراق وفي سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام بمعنى أنه ردت فعل لأوضاع داخلية داخل هذه البلدان وهو يمتلك أهداف من ذاته بمعنى أنه الذي يسطر أهدافه وهو الذي يحق هذه الأهداف أو من بينها إقامة دولة إسلامية في المنطقة هذه فرضية واحد الفرضية الثانية أن هذا التنظيم هو آدات في يد قوى خارجية لديها استراتيجية تجاه المنطقة وتهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة وإعادة نظر في خارطة المنطقة وتشكيل توازنات جديدة في المنطقة السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أي من الفرضيات هي الأصحة؟ من الفرضيتين هي الأصحة؟ الأولى أم الثالية؟ التحليل البعيد المدى التحليل الذي يعود بنا إلى ما قبل هذا التنظيم يبين في تقديري أن الفرضية رقم الثانية التي تقول بأنه آدات ضمن استراتيجية الأصحة؟ ما هي المبررات؟ وما هي الحجج التي نقدمها لذلك؟ أولاً الحجة الأولى هو أن هذا التنظيم جاء وريث لتنظيم آخر أو جاء بعده الذي هو القاعدة القاعدة كانت في المنطقة بوجودة والعالم الآن يعرف والكل يعرف الآن أن القاعدة كانت أدات في يد الاستراتيجية الأمريكية في مرحلة معينة لمواجهة الاتحاد السوفيتي في إفغانستان وفي مرحلة ثانية للتأثير على دول المنطقة من أجل ابتزازها في مجال الطاقة إلى آخره القاعدة استنفذت وجودها بمقتل بلادن وحرق أوراقها جميعاً وينبغي أن نتذكر هنا نفتح قوس نتذكر كيف كان الشباب في العالم الإسلامي يعتقد في فترة معينة أن الذهاب إلى إفغانستان لتدعيم القاعدة هو جهاد في سبيل الله ضد الشيوعية التي ستقضي على الإسلام وهي نفس الأفكار التي ظهرت هذه الآن مرحلة انتهت العدو الشيوعي تفكك بالنسبة للوئة المتحدة الأمريكية وبدل أن يكون هو الموجود في إفغانستان أصبحت الوئة المتحدة بحلفائها في إفغانستان يمكن أن ندخل في التفاصيل لا أريد أن نذهب في التفاصيل في هذا الموضوع لكن أربيته بموضوع اليوم انتهى هذا الدور ينبغي أن يأتي دور ثاني أو آدات أخرى آدات أخرى هذه بكل أو بطبيعة الحال الذين يخططون في هذه المسألة على الصعيد العالمي يدرسون حقائق الوضع التناقضات داخل المنطقة الحركات والظلم الموجود داخل المنطقة الظلم الأنظمة هذه كلها متغيرة تدرس لكي يتم وضع استراتيجية لتنظيم جديد يكتب لهذا التنظيم مشاريع ورؤية بين قوسين رؤية لما تقرأ أدبيات داعش فقه الدماء والتوحش ومحاربة التوحش بالتوحش هناك أدبيات معروفة في أدبيات من 600 صفحة كتبة في هذا الموضوع عندما تقرأ هذه الأدبيات تكتشف بأنه كان هناك تحذير لأن نصل إلى هذه المرحلة بمعنى أنه عندما ندرس الحقائق الواقع يدرسها الآخر والحقائق الواقع يشكلون الهيئة أو الجهاز أو الأدات التي يمكن أن تستمر في هذا الواقع نحن كيف نحكم على ذلك بمعنى تقول لي لماذا أنت تؤيد هذه الفرضية وتدعم وتنفي الفرضية الأخرى نحن نقوم بذلك امتلقا من النتائج التي تتحق في الواقع نتيجة رقم واحد ما هي نتيجة رقم واحد إذا كانت القاعدة تستهدف 4% من عملياتها تستهدف المراكز الأمريكية والسفارات الأمريكية والمصارح الأمريكية 90% 99% مسلمون داعش عكس تمام 99.99% مسلمون ولكن نفسر في هذا الموضوع يمكن أن نفسر في هذا الموضوع نعم نعم اسمحي الآن بتوجه إلى الضيف الثاني أحمد مزاب دكتور أحمد ذكرت قبل قليل قلتم بأن ازدياد شوكة هذا التنظيم وتمددها راجع إلى السياسات التي انتهجت في محارباتها ما رأيك بالحديث عن مدينة تدمر هذه المدينة التاريخية والحضارية هي أول مدينة تسقط أو تسقط في يد التنظيم من طرف أو يأخذها من قوات نظام الأسد البعض يقول بأن سقوط هذه المدينة بهذه السهولة في يد تنظيم داعش من طرف أو من قبل النظام السوري السوري مؤشر على تسهيلات يقوم بها نظام بشار الأسد من أجل تقوية وتمديد هذا التنظيم ما رأيك أعتقد في ذلك لأن هذا التنظيم على بعد مسافة 250 كم على العاصمة السورية دمشق بالتالي هو على مرمى حجر وهذا يزيد من تجديد الخناق على النظام السوري وليس العكس لأن النظام السوري يحارب على أكثر من جبهة وعلى جبهات متعددة بالتالي تمدد هذا التنظيم لا يخدم بصلحة النظام السوري بقدر ما أنه يساهم في تعقيد الوضع على النظام السوري خاصة حينما نتحدث على أن هناك تحالف يوجه ضربات افتراضية على هذا التنظيم رغم أنا مع الطرح أنه التحالف يساعد في التمدد الجغرافي لهذا التنظيم لو كان التحالف انتهج أسلوب الضربات الجوية مع العمل البري لقلنا أنه يمكن أن تأتي بثمار وبنتائج لكن العمليات الجوية هي تساهم في منح خاصة حينما نتحدث عن استراتيجية تعمل هذا التنظيم هو يعتمد على أسلوب التجمع والانتشار بسهولة وبخفة كبيرة جدا بالتالي أقول بأن هذا قد يتعارض وأولويات النظام السوري بالتالي أنا أقول أن تواجد هذا التنظيم في تدمر هو تضييق للخناق على النظام السوري باعتبار أنه أضحى يسيطر على جل المعابر ما بين العراق وسوريا إذا أردنا أن نتحدث من زاوية أخرى كذلك حينما نلاحظ أن هذا التنظيم يساهم في التمدد الاستراتيجي لإيديولوجية معينة ويحافظ على استمرار فوائل دولية في السيطرة على اللعبة الدولية بالتالي نعم ما يحدث في سوريا اليوم هو عودة بناء إلى صراع الحرب الباردة الصراع بين الأقطاب ما يحدث في سوريا هو صراع ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي لكن بحلة شديدة وبثوب جديد من هنا وهو صراع ما بين التمدد الروسي والإيراني ضد التمدد الأمريكي والمملكة العربية السعودية حتى أنه في أيام سابقة كان هناك حديث عن محاولة إدراج مخطط التدخل العسكري في سوريا على هذا الأساس أنا أقول أنه التواجد وتمدد هذا التنظيم لا يخدم النظام السوري بقدر ما أنه قد يعجل في مسألة التدخل العسكري في سوريا نعم إسماعي الآن بتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان ينضب إلينا عبر الهاتف الدكتور فهد الخيطان المحلل السياسي دكتور الخيطان أهلا بك أهلا بك نعم دكتور فهد الخيطان يعني هذا أو ازدياد قوة هذا التنظيم الإرهابي وتمدده في المنطقة إلى أي درجة يعكس سوء تقدير من طرف حكومات المنطقة في مواجهة والتصدي لهذا التنظيم ليس سوء تقدير فقط بل فشل ذريع في رأيي لدول المعنية في هذا الملف وللولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص المقاربة المعتمدة من طرف ما يعرف بالتحالف الدولي للقضاء على داعش لغاية الآن تفشل ولا تحقق النتائج المرجوة بينما هذا التنظيم الإرهابي يتمدد ويتقدم إلى مناطق جديدة ويحكم سيطرته على محافظات ومدن رئيسية في سوريا وفي العراق منذ أكثر من عام اليوم هذا التنظيم في سوريا يسيطر على أكثر من نصف بساحة سوريا وفي العراق سيطر أخيرا على أكبر محافظة عراقية وهي محافظة الأنبار وفي المقابل التدخل الدولي أو الدور الدولي والإقليمي ما زال محدود وردود الفعل والاستجابة لهذا التحدي بطيئة جدا وتعتمد فقط على استراتيجية الضربات الجوية وهي غير مجدية هناك حاجة لمقاربة سياسية أمنية عسكرية واسعة وشاملة لكل الدول وإلا فإن الخطر سيعوم على الجميع وهذا التنظيم كما تعرف اتخذ الصفة عالمية الآن ولديه أتباع في دول عديدة في العالم في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا أيضا ولذلك هي معركة عالمية ينبغي على كل القوى المعنية بهزيمة الإرهاب أن تخوضها بجدارة وشجاعة نعم دكتور الخيطان تقولون بأنها معركة عالمية يعني العديد من دول العالم حشدت قواتها ومن بينها الأردن أيضا حشدت قواتها من أجل محاربة هذا التنظيم ولكن السياسة هذه القوى لحد الآن فشلت في رأيك هل توافقون مع من يقول بأن لا يمكن هزيمة هذا التنظيم إلا من خلال سنة المناطق والمدن التي يستغلها هذا التنظيم كسنة العراق مثلا في الموصل والأنبار والسوريا نعم هذا جزء أصيل في أي استراتيجية لهزيمة داعش ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار دور القوى والمكونات السنية في المجتمعين السوري والعراقي التي تعرضت للضهاد والإقصاء وتدمير منهجي من طرف قوى طائفية أخرى ولذلك كان الأردل على سبيل المثال يدعم وبقوة تسليح أبناء العشائر في العراق وفي سوريا لمواجهة هذا التنظيم لكن تردد الحكومة العراقية من جهة وتردد الولايات المتحدة أيضا في هذا الأمر هو الذي سمح للتنظيم بالتمدد في المناطق العراقية مناطق جديدة مثل محافظة الأنبار وحتى يومنا هذا الأبناء العشائر في هذه المناطق يطالبون بمددهم بالسلاح لمواجهة هذا التنظيم نعم بدون مقاربة كما قلت أمنية وعسكرية وسياسية تأخذ بعين الاعتبار حق هذا المكون العصير في المجتمعين العراقي والسوري ودورهم ومصالحهم وحقوقهم فإن من الصاد هزيمة تنظيم داعش من هذا نعم تفضل بالبقاء معنا دكتور فهد الخيطان دكتور سلم قلالة أريد أن أسألك نفس السؤال الذي طرحته على ضيفي من عمان البعض يرى بأنه لا يمكن هزيمة هذا التنظيم إلا من خلال ما قام باستغلال هذا التنظيم كسنة الموصل مثلا وسنة الأنبار والرقة إلى أي مدى يلعب هؤلاء دور محوري في محاربة هذا التنظيم أنا في تقديري ربما متى يتم الدخول في منطق القضاء على التنظيم عندما ندرك أهداف التي من أجلها يسعى ويريد أن يحقق ما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟ هل هي إقامة حقيقة ما يعرف بدولة إسلامية في المنطقة؟ أم هي إعادة تشكيل أنظمة المنطقة؟ أم هي هذه مسألة يبدأ أن نضع تحتها خط؟ أم هي تمكين الكيال الإسرائيلي في المنطقة بحيث يصبح حقيقة هو الأقوى في المنطقة أو الذي يتحكم في المنطقة؟ أنا في تقديري أنه لا العشائر ولا أهل السنة ولا القوى الداخلية الآن بالشكل التي هي عليه الآن تستطيع أن تواجه هذا التنظيم مدام قد حدثت له أهداف محددة عندما يحقق تلك الأهداف عندما يحقق تلك الأهداف ينتهي تلقائي ويحارب سيحارب حقيقة هذا التنظيم سيحارب إذلك فعلينا نحن إذا كنا أردنا أن نجد استراتيجية مضادة لهذا التنظيم أن نسعى إلى منع تحقق هذه الأهداف أو إلى القيام بأعمال تعيد النظر في استراتيجية القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لتحقيق أهدافها ونمنع ذلك من بين هذه الأهداف التي ينبغي أن نمنعها عدم دخول السنة والشيعة في سراع في المنطقة وهذا من الأهداف المحددة في المدى القريب والمعلنة والمسطرة منذ أكثر من عشر سنوات لكي تدخل فيها المنطقة ضرورة الالتفات إلى جوهر السراع في المنطقة عدم ترك مشكلة الفلسطينيين ومشكلة الفلسطين وكأنها غير موجودة في الشرق الأوسط وكأنه أمر عادي أن تحتل الفلسطين وأن يكون هناك قدس محتل وننسى القضية الفلسطينية إذن إذا كان هناك استراتيجية مضادة فيهم بغي أن تنطلق من محاربة الأهداف المحددة للتنظيم وليس انطلاقا من مكافحة جزئيات هذا التنظيم في داخل الأنبار أو في داخل سوريا أو إنشاء ميليشيات ستستمر لمدمعين ثم تنهار مدامت هناك استراتيجية خلف هذا التنظيم إذن في المسألة تتعلق بكيفية إيجاد مخرج لمواجهة الأهداف المسطرة لهذا التنظيم التي يريد البعض تحقيقها من خلاله ومن خلال دعمه نعم ربما أحسن مثال في هذا هي مدينة الرمادي هذه مدينة السنية التي سقطت في يد هذا التنظيم دكتور ميزاب هذه المدينة المسؤولون الأمريكيون قالوا بأن هذا التنظيم استطاع أن يسيطر عليها من خلال أكثر من ثلاثين انتحار قاموا بتفجير أنفسهم في بداية عملية احتلال هذه المدينة وفرت هؤلاء الانتحاريين واستعدادهم من أجل تفجير أنفسهم في هذه المدينة وفرت هؤلاء ماذا يعكس في رأيك؟ سيطر على عقول الشباب في المنطقة أم قوة للتنظيم الحقيقي؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن ننطلق من أين توقف دكتور أن المسألة في مواجهة هذا التنظيم ليست باعتماد المقاربة الأمنية لوحدها فقط بقدر ما أنه يتوجب اعتماد المقاربة الاجتماعية الأمنية الفكرية لأن هذا التنظيم قبل أن يتم ضحره أو القضاء عليه أمنيا يجب أولا محاربته لأن هذا التنظيم أولا يعشعش في الأفكار وفي العقول من خلال اتباع سلوب التحكم في التقنيات والتكنولوجيات ربما لو أعود فقط إلى كتاب صادر عن صحفي من قناة البي بي سي إنما تحدث قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت صعوبة في مواجهة هذا التنظيم عبر العالم الافتراضي من خلال شبكة الأنترنت لأنه حينما يتم توقيف صفحة إلا وتجد أن هذا التنظيم يعاوذ استغلال الصفحة من عدة مناطق مختلفة بالتالي أعتقد بأن المقاربة الأنجاح في مواجهة هذا التنظيم هي مقاربة اجتماعية أمنية فكرية أعتقد بأنه إذا تحدثنا على هذا التنظيم وباعتباره امتداد سابق لتنظيم القاعدة فالتنظيم القاعدة وضع برنامج عمل يمتد من 2000 إلى 2020 يقوم على خمس مراحل من آخر مرحلتين من هذا البرنامج هو من 2014 إلى 2016 تكون مرحلة ميلاد الدولة الخلافة أو لطا يونيفرسال ومن 2016 إلى 2020 تعتبر مرحلة المواجهة الشاملة بالتالي إذا رأينا هذه الأجندة الموضوعة فليس في غريب بأن التنظيم يجند أكثر من 20 ألف مقاتل وله أكثر من 200 ألف مقاتل مستعد للالتحاق بهذا التنظيم عبر مناطق مختلفة من العالم وهناك أكثر من 30 منظمة إرهابية دولية أعلنت ولأها لهذا التنظيم أن هذا التنظيم يقوم بتنويع أصناف فئات المقاتلين خاصة إذا ذهبنا إلى أن يجند الأطفال في صفوفه كمقاتلين بالتالي هنا على مدى سنوات سوف ينشئ لنا مقاتلين من صنف آخر بالتالي أن الوصول إلى سيطرة على مدن بطريق توظيف العمليات الانتحارية هذا إن دل فيدل على أن هناك سيطرة كبيرة على عقول الناس وعلى أفكار الناس من هذا المنطلق أنه حينما نتحدث على الأسلوب التقليدي للتنظيمات الأسلوب التقليدي للتنظيمات الإرهابية يعتمد على الأسلوب الهرمي هذا التنظيم يعتمد على الأسلوب العنقودي وفي الخطابات الترويج وفي الخطابات التجنيد لا يعتمد على الخطاب الديني بقدر ما أنه يعتمد على أساليب نفسية من أجل السيطرة على الناس نعم أسمحني بالتوجه إلى عمان دكتور فهد الخيطان مرة أخرى دكتور فهد الخيطان فرأيك ما هي المتغيرات الإقليمية والدولية التي ستنجر على سيطرة تنظيم داعش الإرهابية على هذه المدن الرئيسية في العراق والسوري أنا أعتقد اليوم أن ربما ضادة نافعة كما يقول كما يقال في الأمثال بمعنى اليوم هناك شعور وقلق من مختلف الأطراف والقوة الدولية والإقليمية من توسع هذا التنظيم سواء كانت هذه القوة مثلا في سوريا تدعم النظام السوري أو تعارضه اليوم الولايات المتحدة وروسيا بالرغم من الخلاف بينهما بشأن المستقبل الحل السياسي في سوريا ودور النظام فيه ومكان الأسد فيه إلا أنهم يشتركان في الشعور بالخطر تجاه تمدد وتوسع هذا التنظيم وهناك أيضا القوة الإقليمية تشعر بقدر مماثل من هذا الخطر إيران وغيرها وتركيا ربما هذا يساعد في تقريب وجهة النظر ويدفع بكل هذه القوة إلى التفكير بشكل جدي في حلول سياسية للأزمة في سوريا على وجه التحديد وأيضا في العراق الحكومة العراقية اليوم تدرك من أكثر من أي وقت مضى حاجتها إلى تبني مقاربة سياسية جديدة تدمج قموج بها القوة أو المكون السنية في الحياة السياسية لأنه قد ثبت أن سياسة الإقصاء تخدم القوة المتطرفة فسنة العراق لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه داعش ببساطة لأنهم لا يجدوا من يدعمهم بالطرف الآخر وأقصد نظام السياسي العراق الذي تشكل بعد الاحتلال الأمريكي وذلك نحن اليوم أمام نعم متغيرات كبيرة واخرينية ينبغي توظيفها لإطلاق عملية سياسية في البلدان المضطربة هذه تنقلها إلى مجال جديد وعالم جديد لعلها تستطيع هذه القوة أن تتوحد فعلا وتهزم هذا التنظيم سياسيا وأيديولوجيا نعم دكتور فهد الخيطان المحادل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكرا جزيلا لك دكتور محمد سلم قلالة يعني ضيفي من عمان قال بأن هذا التنظيم وصفه بالضارة النافعة قال من الممكن أن يجر الدول الفاعلة في المنطقة في هذه الأزمات أن يجرها إلى طاولة الحوار وإعني الاستماع بعضها إلى بعض هل تعتقدون بذلك؟ وفي الواقع الدول المنطقة ينبغي أن تعيب أنها هي التي بإمكانها داخليا أن تواجه بوسائلها مثل هذه الاستراتيجيات الداخلية والخارجية الآن إذا هذه الدول اقتنعت الفصائل السياسية جميعها بداخلها اقتنعت بأنها تجر نحو حرب أخرى وهي معروفة الآن وأنا من الآن أتنبأ بأنه نحن نسير بالتجاهية وهي حرب بين السنة والشيعة في المنطقة وهذا هو الهدف الاستراتيجي المعد الآن إذا كان شيعة العراق مثلا الذين يحكمون العراق وهنا ننتبه أنه لماذا قبل الأمريكيون بأن يحكم العراق الشيعة دون السنة يطيحوا بصدام هم دولة ديمقراطية من المفروض من المفروض إذا كانت رسالة الأمريكين هي ديمقراطية في العراق من المفروض أن يترك الحكم للجميع للسنة والشيعة ولا يترك الحكم فقط للشيعة ويصبح العراق ومجال حيوي بالنسبة لإيران وحدها الهدف من ذلك هو إيجاد هذا التناقض التناحور بين الطائفتين بالإضافة إلى ما يتم عمله كما حدث في القطيف منذ يومين بالإضافة إلى ما يتم عمله في لبنان بالإضافة إلى ما يتم عمله في سوريا لتأجير السراع بين الطواف يبدوني بأنه الهدف هو هذا إذا انتبهت القوى السياسية والدول والحكومات إلى أنها تجر إلى حرب لا تنتهي وممكن لمدة ثلاثين أو خمسين سنة وتترك العالم الإسلامي حقيقة لا يحقق هدفه من الصعود باعتباره قوى صاعدة حسب تنبؤ الاستراتيجي الأمريكي المهدد للأمن الأمريكي وللهيمن الأمريكي على العالم إذا تنبهوا إلى ذلك وقامت النخب السياسية والثقافية والفكرية والإعلامية يعني بالفعل هناك الآن حرب حقيقة على صعيد البسيشيزم أي نفسيات الناس وهناك محاولة لإقناع فئات كثيرة من الناس بالفعل أن العدو الرئيسي ليس هو الكيل الإسرائيلي ليس هو التخلف ليس هو الاستبداد ليس هو الحكم الطاغي إنما هو الشيعة والرافذة أو كما يسمونهم هذه الاستراتيجية الموجهة ضد المجتمعات العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقتنا ككل هي التي ستدفع إذا لم نقم بمواجهتها بالوسائل التي ينبغي أن نواجهها بها سواء إعلاميا، ثقافيا، فكريا، سياسيا فإن الناس سنجد أنفسنا بعد خمسة أو عشر سنوات حقيقة في مشكل يستمر معنا لمدة طويلة وهذا هو الذي ينبغي أن نتبه إليه وإلا سندخل إلى كارثة أكبر مما نحن عليها الآن دكتور أحمد ميزاب تفجير القطيف الذي حدث في السعودية تفجير مسجد الشيعة ألا تعتقدون بأن مثل هذه التفجيرات الإرهابية التي تحدث سواء في السعودية وفي مناطق أخرى من العالم تحتم بشكل أساسي التنسيق الأمني مع حكومة بغداد والنظام السوري باعتبار هذين البلدين مهد انتشار هذا التنظيم أعتقد بأن اليوم نتحدث نتحدث على أن الإرهاب أضحى سلاح الفوضى الاستراتيجية وفي ظل الظروف التي تشهدها المنطقة والصراعات القائمة في المنطقة أضحينا نرى بأن ما يفرق بين هذه الحكومات أكثر مما يجمع وإيجاد استراتيجية لتقارب وجهة النظر لمواجهة هذه الظاهرة يستدعي ليس فقط تنسيق أمني بين حكومات سواء كان حكومة بغداد أو غيرها بقدر ما أنه يحتاج وضع آلية وإستراتيجية عمل موحدة ووضحة المعالم في إطار أولا ضمان الاستقرار هذه الدول بعد ذلك إيجاد آلية عمل أمنية من أجل مواجهة هذه الظاهرة دون ذلك لا يمكن ونحن لاحظنا في أدة محطات أنه من ساهم إلى تأزم الأوضاع سواء كان في العراق أو في سوريا كان نتاج السياسات أو سياسات الاستقالة التي مارستها بعض الدول تجاه التزاماتها إلى جهة هذه الدول لأن العراق حينما تعرضت للتدخل العسكري في سنة 2003 ساهم هذا التدخل في إثقاط وإضعاف الدولة وإضبراز الصراع الطائفي في العراق لو تدارك العرب هذه المسألة وتم محاولة احتوائها لما وصل العراق إلى هذا الوضع على هذا الأساس نحن نحتاج إلى وضع ألية عملية من أجل مساعدة هذه الدول أولا لبناء مؤسسة قادرة على تحمل مسؤولياتها ومواجهة هذه الظواهر بعد ذلك نتحدث على كيفيات مواجهة هذه الظاهرة أمنيا بين التنصيق ومن بين الحكومة نعم دكتور سليم قالها نبقى دائما في الحديث عن هذا التفجير الذي حدث في المسجد للشعب السعودية إنعكاساته في رأيك إنعكاسات هذا العمل الإرهابي على الداخل السعودي أولا خصوصا وأنه يأتي مباشرة بعد عملية كبيرة عملية عاصفة الحزم ضد الحوتين إنعكاساته على الداخل السعودي وعلى المنطقة بشكل عام قبل اليوم بكثير كنا دائما نقول أن الحلقة الأخيرة المستهدفة الآن في المنطقة هي المملكة العربية السعودية الآن لا يمكننا أن نفترض أنه ليست هي الدولة الأخيرة المستهدفة للإطاحة بها ولزعزعتها من الداخل لأنه رغم أن الأمريكيين يبرزون بأنها حليف استراتيجي وبأنها لا يمكن أن تمس ولكن هناك اتجاه داخل المملكة المتحدة الأمريكية خاصة اتجاه المحافظة للجدد المتحالف مع السهيونية هدفه الأول والآخير هو إحداث الاتراف في مناطق المسلمين المقدسة أو اللي هي مكة والمدينة ذلك نلاحظ الآن ماذا يحدث؟ حزام ناري جنوب السعودية في اليمن مفتعل ولن ينطفع وسيشجع الحوثيون بطريقة أخرى للاستمرار في هذه العملية وللقيام وأظن قلناها في هذا البناطو أنه ستتم عمليات من هذا النوع داخل المملكة العربية السعودية وتنسب إلى الحوثيين أو تنسب إلى داعش هؤلاء لا يتفقون مع هؤلاء ولكن في الأخير عندما يخدمون استراتيجية واحدة المهم إحداث اضطرابات داخل المملكة العربية السعودية أنه بالنسبة لاتجاهات كثيرة في المملكة المتحدة الأمريكية بالنسبة لهم وجود نظام بتقليدي كما يسمونه كما هو الآن في المملكة العربية السعودية ومحافظته على اتجاه سني واتجاه في السلوك الاجتماعي والأخلاقي خلص انتجاه المرأة والديمقراطية إلى آخره رغم الرسائل الكثيرة التي يقدمها النظام السعودي أو الحكومة السعودية للغرب على أساس أنه سيدخل في مجال إصلاحات سياسية في المستقبل إلا أنهم لا يرون بأن بقاء السعودية هكذا مستقرة آمنة يخدم الاستراتيجية الأمريكية لتغيير كل المنطقة الهدف هو كل المنطقة ولن يخرج منها أي كان سالما إذا لم يعي بأننا ندخل بالتدريج أو يتم إدخالنا بالتدريج في سرع مذهبي طائفي على الطريقة التي عرفتها أوروبا في القرن الخامس عشر وستس عشر بين الكاتوليك والبروتستو والأرثو دوكس والأرمن والإتجاهات الثلاثين أو العشرين في كل طائفة هم حاليا بالنظر إلى الخلفية الثقافية التي لديهم بأن الحروب الدينية هي حروب لا تنتهي وكوارثها كبيرة من بين الهدف المسطرة هي إدخال المنطقة في حرب دينية حقيقية ولذلك فنحن ندعو وينبغي أن ندعو كمحللين كنخبة سياسية كمثقفين أنه ينبغي الانتباه إلى أنه الهدف الاستراتيجي ليس القضاء على داعش وليس إيشة هذا التنظيم وليس أنه إحداث الترابات وإسقاط نظام السوري فقط إنما هو إدخال المنطقة ككل في سرعة مذهبي حقيقي تنتهي معه كقوة وينتهي لذلك الحلم الذي بدأ وأخاف نوعاً مع الغرب في أن هذا العالم الإسلامي يمكن أن يشكل يشكل رمز له في دولة دولة أو هيئة على شكلات المسيحيين الذين لديهم نوعاً من التنظيم فهم يخشون من أن العالم الإسلامي في مرحلة معينة يستطيع أن يتحد ويشكل أهيئة يمكن أن تقوده لذلك ينبغي أن لا يحدث ذلك وكل وسائل مقبولة لكي يحدث ذلك ومستخدمة لكي يحدث ذلك وينبغي أن لا ندخل نحن في ذمن هذه الاستراتيجية نعم دكتور أحمد ميزابي ظهور تنظيم داعش الإرهابي في المملكة العربية السعودية وقيامها أيضاً بعمليات إرهابية هناك فالك هل سيدفع هذا بالمملكة العربية السعودية إلى تغيير استراتيجيتها في بعض الدول المنطقة كسوريا واليمن مثلاً أم أنه حادث عرضي كالحوادث الإرهابية الكثيرة التي حدثت في المملكة علينا أولاً دائماً في إطار تحليل ظاهرة أن نضع في اعتبارنا عامل الوقت وهناك مثلاً يقول إذا رفرفت فراشة في سماء في كين فإنها ستحدث عواصف في سماء واشنطن هذا في إطار تحليل المخاطر هنا نرى سياق الموضوع في إطار أن المملكة العربية السعودية تقود تحالف بما يسمى تحالف الحزم ضد محاربة الحوثيين في اليمن بمسمى المحافظة على الشرعية فكان من المتوقع أنه من إنعكاسات هذا التحرك هو بروز تنظيم الدولة في المملكة العربية السعودية من أجل الحديث على أن هناك تهديد تجاوز حدود العراق وسوريا ليمص المنطقة بأكملها سواء كانت المملكة العربية السعودية الأردن اليمن بالتالي التوسع والتمدد لكن حينما نتحدث على ما يحدث اليوم في اليمن وما يحدث في العراق وسوريا وما يحدث في ليبيا نقول بأن مثلث أو ثالوث التقسيم اكتمل وأن كل ما هو في محتوى هذا الفضاء الثلاثي من فضاء حيوي وجوي استراتيجي هو معني بظاهرة التقسيم والتفتت وإعادة تشكيل الخارطة السياسية على هذا الأساس علينا أن نتفطن لهذا المخطط وأن نعيد ترتيب الحسابات البيت العربي لأن المملكة العربية السعودية اليوم عليها أن تتحكم في استراتيجيتها ولا تضع فقط بين نصب أعينها مواجهة الظاهرة الإيرانية لوحدها كأدو فقط وإنما عليها كذلك أن تدرك بأن ظاهرة إيران والتمدد الإيراني أو بما نسميه استلاحا تصدير الثورة الإيرانية هو الطعم الذي قد يؤدي بالمملكة العربية السعودية من الخروج من عباءتها إلى السقوط في فخ بالتالي علينا أن ندرك تمام بأن المنطقة تحكمها موازين قوى تقليدية وموازين قوى غير تقليدية موازين القوى التقليدية المعروفة تقليديا إيران وإسرائيل وموازين القوى الغير التقليدية هي المنظمات التابعة لهاتين القوتين الأولى التي سبق ذكرهمها على هذا الأساس المملكة العربية السعودية عليها أن تراجع استراتيجيتها وطريقة تعاملها مع المنطقة العربية ومع الدول العربية الأسلوب الذي تنتهجه الآن المملكة العربية السعودية قد يؤدي إلى تفخيخ المنطقة العربية وتأزيم الوضع وليس إلى الخروج من حالة الارتهاد توقعنا تغيرا في استراتيجية العربية السعودية والله يشوف التوقيث الحالي وما تقوم به المملكة العربية السعودية لا أعتقد بأن هناك تغيرا نحو الإيجابي بقدر ما أنه نوع من التخبط أو نوع من الاضطراب خاصة أنه في تغير القيادة على مستوى المملكة العربية السعودية بعد وفاة العهل السعودي أن هناك جملة من القرارات التي تم اتخاذها على المستوى المملكة لم تكن ولن تكون في صالح خدمة المملكة أو في صالح خدمة المنطقة العربي بأكملها وعلى هذا الأساس المملكة عليها اليوم أن تجمع البيت العربي في إطار استراتيجية عمل جديدة وتجاوز هذه المرحلة لأننا حقيقة أمام مرحلة جد حساسة وقد نواجه جملة من الانتكاسات نعم اسمحي أن يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا عبر الهاتفة الدكتور فيصل جلول المحلل السياسي دكتور فيصل أهلا بك أنا وسلم مرحبا دكتور فيصل جلول انتقال هذا التنظيم الإرهابية المتطرف إلى أسلوب جديد في المملكة العربية السعودية القيام بتفجير مساجد ربما قرأها البعض من أجل إشعال نار الفتنة الطائفية هناك ما هي إنعكاسات هذا التفجير على الداخل السعودي وعلى سياسة المملكة العربية السعودية في المنطقة هذا نوع من الشد اليد للمملكة العربية السعودية وحملها على مواصلة ما بدأته هي شنت حرب على اليمن بخلفية طائفية باعتبار أنه إيران هي الشيعية وأنها لا تريد التمدد الشيعي الإيراني إلى حدودها هكذا خير رغم أن الزايدية في اليمن ليست إثناء عشرية إذن عندما تقرر السعودية تبني مثل هذه الاستراتيجية يأتي داعش ويقول لها أحسنتي عبرة عملية تفجيرية من هذا النوع إذن الأصل هو فيما تفعله المملكة العربية السعودية على هذا الصعيد وليس في التفجير أنا موافق تماما على ما قاله زميلي قبل قليل في الاستوديو من أن على المملكة العربية السعودية أن تكف عن هذه الاستراتيجية الارتجالية لأنها ستؤدي إلى ضرر بالمملكة نفسها وليس فقط بالعالم العربي إذن يجب تغيير هذا الأمر والبحث عن حل مفيد للجميع نحن عرب وسنظل عرب إلى أبد الأيبيديم وبالتالي مصلحاتنا في العرب وليس في تركيا وليس في إيران وليس في أمريكا وليس في فرنسا ولا في أي مكان آخر عندما نبرك هذه المسألة ونبدأ استراتيجية على هذا الأساس ساعة إذن يمكن أن يكون طوق نجاة للجميع أما الآن عبر استراتيجية قائمة ويسر أن تماما أسمع هذا الكلام في الجزائر لا يمكن المملكة العربية السعودية أن تكون الفرقة الناجية من هذا الحرق نعم دكتور فيصل جلول بين الحلول التي يقترحها البعض في هذا السياق دائما هو تنسيق أمني بين المملكة العربية السعودية بين الرياض ونظيرتها في بغداد فالك هل تستطيع مثل هذه التفجيرات أن تدفع بالرياض إلى مثلا الذهاب إلى بغداد وعمل تنسيق أمني هناك من أجل محاربة هذه المشكلة المشتركة يا أخي لا أعتقد ذلك أنا لا أعتقد ذلك ليست مشكلة داعش أنت لاحظ أن داعش تستخدم لعمل كل المنكرات وكل الأشياء التي لا يجوز أن تفعل تستخدم لتقسيم بلدان تستخدم للفتنة الطائفية تستخدم للإغعاب والتخويف وأنه الداعش آتية إلى بلدان لن تصلها بعد الفتنة وتستخدم في ليبيا لفرض وصاية على شواطئ الليبيا تستخدم في كل مكان إذن هذا الكائن الذي إذنه داعش تستخدم في كل مكان تستخدم في كل مكان تستخدم في كل مكان ت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة